صباح الخير صباح الورد والفرل والنرجس والعنبر صباح مشرك بنور الله ازايكم يا حلبين عاملين ايه اخباركم ايه وحشتوني وحشتوني من الفيديو اللي فات يلا النهاردة هنعمل حاجة حلوة ببطاطا وحاجة ببلاش كده البطاطا رخيصة في السوق بخمسة جنيه وكل ومص بعشرة جنيه يعني حاجة ببلاش وحاجة تقيمه وحاجة حلوة وقبل ما نخص الفيديو بتاعنا نصلي على رسول الله وندي دعوة حلوة من قلبنا كده خالصة لله لاخوتنا ان ربنا يفك كربهم ويلم شاملهم ويرحم موتاهم ويشفي مرضاهم وقولوا اللهم امين اللهم امين وربنا يدي كل واحد اللي هو عايزه يا رب يرزقكم الخير يا رب يبيد عنكم الشر اللهم امين بدعي لكم زي ما بدعي النفسي بالزبط ويلا بقى اشرنا البطاطا احنا غسلناها الاول بعد ما غسلناها اشرناها بطاطا مسخة مطاطا حلوة هنخليها زي الفل هقطعها كده دوائر 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 كل ما ترق التقطيع بتاحتك ما تاخدش سوى معاكي عن نار تخن تيها مش هتعمل اي حاجة غير هتاخد سوى وقت يعني عن نار هتقطعي بقى مكعبات دوائر مربعات اي اي تقطيعها تيجي تحت يدك قطعيها مش شرط يعني تقطيع معاينة بس كده بعد ما قطعناها كده وخلناها زي الفل كده هروح اجيب ايه كباية مية ونص كباية سكر نص كباية سكر وكباية مية على ايه على كيلو ونص بطاطا دلوقتي هتعملوا عن نار وبقت مهروسة كده ونعمة كده جبت مكعب زبدة مكعب زبدة ده حوالي معلقة زبدة لو في سامنة بلدي حطي زبدة حطي مفيش دا ولا دا متحطيش اي سامنة مهاضركة مش حلوة خليها كده من غير الزبدة بس احنا بنزود القيمة الغذائية ونحط ايه شوية فانيليا سيلة بودر اي فانيليا واتجي تجيلو اتجي بالهراسة هتبقى معاك كده كريمي وحلوة كده هرسناها وبنروحها على الحلة بتاعتنا عشان ما تتجرحش جبت الطاجن اي طاجن اي صنية حطي فيها انا طبعا فيه ناس بتحب كده وفيه ناس بتحب كده فلازم تمشي على ايه على زوقيات اللي في البيت حطيت في الطاجن شوية وحطيت في البيريكس شوية على قد ما هم ايه اشوفهم بهم بيحبوا ايه بس ايه يلا بقى كده نساوي كده بالمحلقة بتاعتنا الطاجن بتاعنا ده هنخليه سادة خالص مش هنحط فيه اي حاجة يلا كده عشان ايه تمشي فيه ناس ما بتحبش المقصرات فانت بقى حطي اللي عيالك بتحب انا هحط هنا في الطاجن دوت شوية زيبيب وشوية جس هند وطبعا دون موجودين في كل بيت فايدين من رمضان عندك مقصرات بقى تاني عيال حب تحطي حطي انا عندي بس محدش بيحب المقصرات يعني بتيجي تحت السنة الناشفة كده مش بيحبوا كده زي ما قلتلكم في الاول وفي الاخر احنا بنعمل لعيالنا اللي هم بيحبوه طبعا الموصفتي دي لو فيه حاجة عيالك ما بتحبهاش فاشيليها عادي جدا هسوي الصينية كده بتحتي وهروح اعمل ايه شوية بشاميل المسكرين معلقة زبدة هي معلقتين معلقتين زبدة ومعلقتين دقيقة هنحطهم على النار بس هو كده عشان انا هعمل طاجن واحد بالبشاميل لو انت هتعملي اكتر تزودي الكمية تضعفي الكمية معلقتين دقيقة ومعلقتين زبدة واتجي دي لو اجي على النار شوحيهم وهجيب كيس لبن الكيس لبن ده نص كيلو لبن يعني كوبايتين لبن هفضل بقى سانزل كده وقلب بسرعة بسرعة عشان البشاميل بتاعك ما يكلكعش هفرضنا البشاميل يكلكع يا نور هنعمل ايه اضربيه في المضرب اضربيه في الخلاط كل بيت في خلاط والسكر حسب الرجب انا حطيت معلقتين سكر انت حابة تحطي اكتر حطي تقليلي تقليلي براحتك خالص وتزبط الصمك بتاعي البشاميل بتاعك زي ما انت عايزة واللي وصل لغاية هنا ما ينساش يصلي على رسول الله على يفضل الصلاة والسلام حبيبي يا رسول الله حاجة حلوة وببلاش والله انا حسان هي ببلاش وحطينا كمان ايه شوية فانيليا زي ما قلت لكم بودر سايرة زي ما انتو عايزين زي ما انتو حابين وانزل يا ستي بقى على على البطاطا بتاعتنا دي وشغالي الشوية بس احنا شغلت الشوية اللي فوق ماناش جوع باللي تحتها خالص وما بتاخدش اكتر من خمس دقايق يعني تخلي بالك اهو يعني كنت غفلت شوية كده دقيقة تاني كنت لقيت الوش ده تحقق بس طالع بصو شكلها يفتح النفس وجميلة وطبعا لو عندنا ديوب في الشتاء هندفيهم ونبسطهم وهي الطبقة طهيت انا هعمل البشاميلة بتاعي الطبقة بتاعته مش سميكة ودي الطاجن بتاعي خد وشي كمان خفيف ماردش هتقل وشي احمر بزيادة عشان ما تنشفش مني عندك بقى شوكولاتة حابة تحطي حطي عندك زبدة فول سوداني باي حاجة حطيها في الطاجن بتاعك ده ممكن انا كنت تلونها بس قلت ممكن ما تكون يعني عندي زبدة فوزدو عندي زبدة فول سوداني عندي حاجة تاني والله بس انا مش فاكرة اسمها فكروني زبدة اللوتس وشوكولاتة كنت هعملها كده مربعات بس قلت لأ يمكن اللي عايز يحط يحط براحته انا حطيت نصها شوكولاتة كده ونصها سادة وانا ما ضمنش العيال هيحبه ايه ما يحبوش ايه السوسات دي هم براحتهم يحطوها زي ما هم عايزين بس كده هقطع بقى البشاميل عشان البشاميل دي مش هتنزل ايه مش هتنزل على المعدة لا هتنزل على القلب التطب عليه لما الدنيا زعالك اعمليلك طبق زي ده حيراضيك بص بقى حطيت بقى سوس الكرامل كده وشخلع الطبق بتاعك ويلا بقى عند كوباية قهوة كده عمليها وعضي في الركن اللي انت بتحبي تعودي فيه واظبوتي بقى نفسك بقى ايه للدنيا بتاعت ايه تاني يوم طعمها طحفة انا احتمتها عندي خلاص انا مش هشوي بطاطا ولا هسلق بطاطا بعد كده ما خدتش وقت ما خدتش مجهوت وفي نفس الوقت طعمها طحفة لو دقتيها مش هتشوي ولا هتسلقي هتقولكم كمان السيدة حلوة مظبوطة وبالشوكولاتة برضو طحفة جربوها الوصفة دي هتعجبكم محتمدوها عندكم